اشتركوا في القناة وهو أخبرها بفقدان أحد أفراد أسرته وقال لها أنهم برغم من ذلك فإنهم بخير وأن الأسرة في أحسن حال كما ترى تم الاتصال بي من كندا وهي أحد أقاربي ونحن بفتح خدمات الاتصالات جد سعداء والسلام عليه أن يكون على أكمل وجه وبفتح جميع الخدمات الأخرى ونرجع إلى بلادنا كما كنا في السابق وقال سمر الذي هو أحد النازحين من مدينة دانشا إلى شره ونزح المرة الثانية أيضا إلى مدينة مغلة وأضاف أيضا أنهم لا يجدون المساعدات الكافية ولكن السلام أمر مهم في البداية نحن نزحنا من دانشا إلى الشره وبعد ذلك أجبرنا على النزوح إلى مدينة مغلة المرة الثانية والآن لما يقارب الشهرين لم نجد المساعدة الكافية فقد تلقينا بعض الطعام ولا شيء غيره نحتاج إلى الكثير من المساعدات غير الطعام كالبطانية لننام عليها في الليل وغيرها وقال سمر أن السلام أمر مهم جدا لأن كلا الشعبين يريدوا السلام وأن الشعب شعب واحد وجسد واحد لكي ترجع الأمور كما كانت في السابق وقال أن هناك أكثر من أربعة آلاف أسرة يريدون أن تقدم لهم المساعدات في أسرع وقت ممكن حبيب نتنتس فانا لنا أنا لدي إيمان وأمل كبير في السلام لأننا نحن شعب واحد وجسد واحد وأيضا نحن أبناء وطن واحد لذا سنعيش معا كما كنا في السابق الآن يجب أن يفعل لنا الكثير لأن هناك أكثر من أربعة آلاف أسرة تحتاج للمساعدة وأنا من ضمنهم لم أتلقى أي من المساعدة الإنسانية لذا على الجمعيات الخيرية والإنسانية المساعدة بأسرع وقت ممكن